مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة كل عدم جربتها وسبقت لي ان شاء الله تكونوا لبسوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير كما راكم تشوفوا عزيزاتين يوم جيتكم بيكيكا رائعة بالبانان بأسهل وأبسط طريقة وكوناتها بسيطة جدا وطريقة تحضيرها أكثر من سهلة النتيجة أكثر من رائعة أيضا باش تنجحي فيها حاببتي مع لك غير تبعي الفيديو من الأول آخر وإذا عجبك ما تنسى يدخلي لي جم وديري لي تعليق محفز وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إذا نبدو على بركة الله في المقادير نحتاج إلى نس كاس سكر عادي 225 جرام زبتطارية كاس نقص سبع فارينة زوج بيضة مجمولين وكيس ونص خميرة الحلويات زوج حبة بانان بالنسبة أول حاجة نبدو فيها هي أنك تدهني المولد بالزيت والذريه بفارينة جيدا ثانية حاجة أنك تشيلي الفور على درجة 180 جيب الإنقلين خلطو فيه تحطي زوج بيضات تاعك الآن يجب أن نخلطه بالباتر تخلطيهم ملاحون بعد تضيفي لهم 225 جرام زبدة طارية اللي هنا بالنسبة للزبدة لازم تكون طارية حبيبتي تضيفيها وتواصل الخفق بالباتر ومبعد تضيفي نس كاس سكر عادي تزيدي الخلطي بالباتر جيدا اللي هنا بالنسبة المقادير نسيت مذكرت لكم شعفون الكاس تعل حليب تضيفي الكاس تعل حليب اللي هنا وتواصلي الخلط ومبعد تخلي الخالطي بجيح وتروحي لحبة تعل بانان تاك تقطيع ضوائر كيمارا كيتشوفي وتحاولي كيفاش ترحيها بالفرشيطة ولا ومبعد توجد ديري تلوحي الكاس تعل فارينة تاك وكيسو نس خامرة الحلويات تحاولي تدخليهم جيدا حبيبتي مع المكونات بهذه الطريقة يعني طريقة أكثر من سهلة بسيطة جدا نتيجة أروع مما يكون تضيفي الحبات على البانان اللي كنتي رحيتيها بهذه الطريقة عزيزتي تحاولي تدخليها أيضا مع المكونات جيدا بهذه الطريقة حبيبتي هذا هو الخالط اللي انت حصلوا عليه تفرغي الخالط تاك في سنيوة تاك ودخليه يطيب على درجة 180 كيما قلت لكم الفور لازم يكون سخن من قبل تحمار من تحتها تعليلها من فوق تزيد تحمار من جهة أخرى حبيبتي نروحو نحضروا لسوس شوكولة اللي هنا حبيبتي تحاولي تسوي سطح تاحا جيدا باش متجيش شها طالعا وجيها هابطة باش يجي شكل تاحا متحوف كيما ما مرفا نقولكم دخليها طيب ونروحو نحضروا مع بعض سوس شوكولة اللي هنا عندي 100 قرام شوكولة بالحليب خيري شوكولة اللي تحبي درت لها زوج مغار في حليب وعول بادانان شوكولة نحطع النار هادية تزوب تماما وبالنسبة لكي كنت تعنا عني خرجتها من الفورها والشكل التاحا دي أروع مما يكون والريحة ما نحكي لكمش يا البنات هاي لا فحف حتلي الدار نحاول نحيل هالجوانب بالموس كي ما راكم تشوفوا ونقلبها في صحن ولا اي حاجة ولا بلا ولا المهم كي ما راكي تشوفي تقلبها وهي سخونة المهم كي تدهني البلات تاع كتر الشيه بالفارينا مستحيل تلصق تعاوجي تقلبها على الجهاد اللي هاذي التاحا الفقانية ونبد نديرو هاي سوس شوكولة تاعنا بعد ما ذابت جي ثقيلة جي أروع مما يكون نفروه سوس شوكولة تاعنا على سطح الكيكا بالنسبة لتزين حبيباتي اختياري ما حبيتي شديري سوس شوكولة عادي ماكيش موجبارة لهنا زيني هاكي ما تحبيت تقدري تخليها هاكا وتقدري تذردري لها شوية سكر غلاسي رشا خفيفة فقط ثاني جي أروع مما يكون أنا حبيت نضيف لها سوس شوكولة سوي لها السطح كحبيبتي يعني بطريقة عشوائية فقط لحبة تاع البانان الثانية قصيتها دوائر كما راكم تشوفو شوي أخشان ونحاول نزين بها السطح الكيكا التاعنا كما قلت لك هذي الخطوة تقدري تستغني عليها حبيبتي تماما ما تكلفيش روحك إذا ما عندكش تقدري تذردري لها غير ذردري لها حفون غير شوية سكر غلاسي ودي أروع مما يكون وتقدري تخليها كما راهي عادي جدا أنا اللي هنا كانت عندي شوية شوكولة قلت ندير توس شوكولة ونديرها من فوق هاو الشكل تلكيكا التاعنا النهائي تخليها تبرد أروع مما يكون حبيبتي بنا هيلة وكما اشتوا طريق التحضير جد سهلة وبسيطة نتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم مع لكم غير تخلو لي جام وتخلو لي التعليق محافز وكذلك الاشتراك في القناة والتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إلى وصفة أخرى بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه ومع ألف سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر